موسيقى وطبعا بنجدد ونكرر التهنئة لجماهير النادي الاهلي في كل مكان داخل وخارج مصر بهذا الفوز الكبير على مونانا في بداية وفي انطلاقة الاهلي الافريقية وبداية المشوار الافريقي اللي بيجمع كل المسؤولين في النادي مجلس الادارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري وكل النقاد والجماهير بتؤكد ان حلم العودة لصدارة القارة الافريقية وحلم العودة للفوز باللقب الافريقي ودوري رابطة الابطال الافريقي لكرة القدم هو الشغل الشاغل للنادي ادارة وجهاز فني ولعبين في المرحلة المقبلة هنتكلم كمان باستفادة النهاردة ضيفنا في هذه الحلقة من الحلقات الاهلي وحاور هو النجم الكبير نجم الكرة المصرية سابقا والنادي الاهلي سابقا كابتن محمود صالح نائب مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي هنتكلم معاه باستفادة عن الماضي والحاضر الشغل الجاري العمل عليه حاليا خطط وبرامج العمل داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي افضل الكوادر الواعدة اللي طبعا مستواها الفني والبدني بينبق بانها تكون من النجوم الكبيرة في عالم كرة القدم المصرية وفي النادي الاهلي على وجه التحديد وايضا كل ما يتعلق بهذا القطاع المهم والمؤثر في اي مؤسسة الرياضية في العالم ومنها بالتأكيد النادي الاهلي المصري وهذا القطاع اللي بيقوده الدكتور عمر أبو المجد وما هي اهداف القطاع في الفترة المقبلة وتقييم الاداء والنتائج والمشاركات داخل وخارج مصر في مختلف المحافل الكروية والرياضية فضلا عن الحديث مع الكابتن محمود صالح عن سنوات طويلة من العطاء والتألق والنجومية والنجاحات اللي حققها كلاعب من لاعبي منتخب مصر الاول لكرة القدم والنادي الاهلي هنتكلم عن ذكرياته عن افضل اللاعبين اللي كان بيسعد بوجودهم بجانبه في الملعب افضل المباريات او الثنائيات الخاصة في اللاعبين اللي كان بيواجههم في اي منافس على المستويات المحلية والدولية وايضا هنتكلم معاني الكثير من الامور المتعلقة بمستوى الفريق الحالي فريق كرة القدم الاول في النادي الاهلي ورؤيته لمستوى الاهلي في المنافسات المحلية والقارية كمان هنتواصل مع حضراتكو على الهواء مباشرة وحننقل كل التساؤلات هننقلها مباشرة لكابتن محمود صالح من خلال هاشتاج اسأل محمود صالح اللي بنسعد دائما بمشاركات حضراتكو فيه واثراتكو لهذا البرنامج في كل حلقات الاهلي يحاول بالتواصل المباشر من خلال الهاشتاج مع كل ضيف من ضيوف البرنامج والنهاردة هتكون بالتأكيد تساؤلاتكم موجهة للكابتن محمود صالح خلونا نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من الاخبار وطبعا اخبار بتسعد الجميع عودة نجم كبير طبعا الكل بيتوقع ليكون اضافة كبيرة ان شاء الله في الفترة الجاية بعد عودته من مشوار طويل جدا رحلة علاجية طويلة جدا بعد الاصابة اللي لاحقت به في نهائيات كأس الامم الافريقية السابقة نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاول لكرة القدم مروان محسن التعافى من اصابته وعاد للمشاركة بقوة وعاد للتهديف في المباراة الرسمية من خلال مباراة الاهلي مع مونانا الجابوني بالامس مروان محسن بالفعل يعني عاد طبيا وبدنيا لائق وجاهز للمشاركة بقوة وده اللي ادى الى الدفع به في هذا اللقاء وظهوره بهذا المستوى والتقام شرخ معصم مروان محسن بعد عشرة ايام ده المتوقع طبعا وفقا لتصريحات الدكتور خالد محمود طبيب الفري الاول في النادي الاهلي بيؤكد ان مروان تعرض لاصابة بشرخ في معصم يده في المباراة لجامعة الاهلي بالداخلية في اطار منافسات الجولة رقم 27 من منافسات الدوري الممتاز واوضح ان اللاعب شارك في لقاء مونانا الجابوني دون اي مشكلات طبية لا سيما وانه ارتدى مثبت لمكان الاصابة لتفادي اثار اي سقوط محتمل يمكن ان يضاعف او يؤدي الى مشكلات في مكان الاصابة وبنتمنى له طبعا انه بالرغم من انه من اللاعبين اللي عانوا من عدد كبير من الاصابات في الفترة اللي فاتت او انه ما كانش في افضل حالاته البدنية والطبية لكن بيجري العمل من خلال الجهاز الطبي للفريق مع شغل الجهاز الفني لتجهيز مروان ومشاركته ووجوده اضافة قوية لمجموعة كبيرة من النجوم المؤثرة في الفريق الاول في النادي الاهلي وبالتأكيد تسعدنا وتسعد كل جمعير الكرة المصرية عودته بشكل طبعا او بالنسبة 100% لجهزيته البدنية والفنية لانه من الجميع او الكل بيجمع اعلاميا وانه قد اضافة كبيرة ولمنخب مصر حال عودته بقوته الكاملة في الملعب في الفترة المقبلة ان شاء الله ايضا محمد هاني من اللاعبين اللي بيقال على اللاعب جوكر يعني يمكن الاعتماد عليه او الدفع به في اكتر من مكان واكتر من مركز في الملعب والتجارب السابقة بتؤكد قدرة الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري على الاعتماد على هاني في اكتر من مركز امكانات اللاعب فنيا وبدنيا بتؤهله لهذا الامر وبيلتزم خططيا بالاماكن المختلفة اللي احيانا بيعتمد عليه فيها الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري محمد هاني بيغضع لفحص طبي في ميران الاهلي غدا وطبعا كانت الاصابة اللي لحقت باللاعب كادمة قوية في الكحل هي اللي ابعدته عن المباريات الاخيرة وان شاء الله يعود محمد هاني بقوة ويكون من العناصر الواعدة في الفترة المقبلة الكل بيتوقع له ايضا يبقى من النجوم الكبيرة في النادي الاهلي ويبقى اضافة كبيرة للفريق ان شاء الله في الفترة الجاية على مستوى النادي وعلى مستوى منتخب مصر حمودي وباسم انتظموا في ميران الاهلي او هيبدأوا بالفعل المشاركة بقوة والانتظام في تدريبات الاهلي غدا باسم علي واحمد حمودي بينتظموا في الميران الجماعي للاهلي غدا ان شاء الله بعد التعافي من الاصابة وخضع الثنائي لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الاخيرة تمهيدا للعودة للمشاركة بقوة في التدريبات الجماعية للفريق عفوا وبينتظم ايضا باسم محمودي في ميران الاهلي بعد ما تم تجهيز اللاعبين بافضل صورة ممكنة وتأكيد الجهاز الطبي وطبيب الفريق على جهازيتهم وقدرتهم على المشاركة بالقوة الكاملة وبأفضل أداء ممكن للعبين خلال الفترة المقبلة ان شاء الله والاستعداد والدفع باللعبين بدءا من مباراة امبي المقبلة جونيور أجايي بيقول أحلم باللعب في المونديال وسعيد بجماهير الاهلي جونيور أجايي طبعا النجم النيجيري هو من أفضل المحترفين الموجودين حاليا في الدوري المصري في النادي الاهلي على وجه التحديد الكل راضي عن مستوى الكل شايف أنه بيؤدي بشكل طبعا أكثر من رائع على كافة المستويات خططيا وفنيا قدراته الفردية وأداءه كمان الجماعي شغل التيمورك عند هذا اللاعب مميز جدا وطبعا استفادت الفريق به على أعلى قدر ممكن بيقول أنه سعيد جدا بالعودة لمنتخب نيجيريا واستدعاءه من جديد بعد ما شارك مع المنتخب في مراحل سابقة مع المنتخب أيضا الوليمبيان النيجيري واستدعاءه للمعسكر الخاص بالإعداد لرحلة المنتخب النيجيري استعدادا لنهائيات كأس العالم القادمة في روسيا هو سعيد بالغاية بهذا الأمر اللي بيراه تكريم له وتأكيد على أحقيته بالمنفسة مع نجوم كبار محترفين في مجموعة من أفضل الدوريات العالمية من زملائه في المنتخب النيجيري أجريي كمان بيقول أنه سعيد جدا برد فعل الجهاز الفني واللاعبين في النادي الأهلي الكل أبدأ سعدته البالغة بعودة أجريي لمنتخب نيجيريا الأول لكرة القدم الكل كان حريص على تقديم التهنئة لهذا اللاعب المتميز وطبعا بيحظى بحب ودعم جماهير النادي الأهلي في كل مكان نظرا لأداءه المستقرة فنيا والثابت إلى حد كبير في كل المباريات اللي بيشارك فيها ولأنه بالفعل من المحترفين اللي بيمثله إضافة فنية كبيرة جدا للفريق ولمستوى المحترفين في الدوري المصري بشكل عام بيقول طبعا أن هذا الحلم حلم المشاركة في نهايات كأس العالم حلم يراود دائما أبدا أي لعب محترف وأنه سعيد جدا بهذا الاختيار وعودته وأنه حينافس بقوة وحريص على الحفاظ على فرصه في التواجد مع المنتخب النيجيري بعد طبعا أداءه في الفترة المقبلة من خلال المباريات الودية أو المرحلة التجريبية والخاصة بفترة الإعداد اللي بتصبق نهائيات كأس العالم في روسيا وأنه حيتمسك بهذه الفرصة إلى أبعد مدى كمان بيشكر الجماهير وبيقول أن دعم الجمهور والهتافات اللي دائما أبدا بتسعد أي لاعب والجماهير اللي هو بيشعر بطبعا حب الجماهير له وتأييد الجماهير له من خلال هتافاتهم واستقبالهم له في أي تواجد للجماهير حول اللاعبين في التدريبات أو في المباريات بتسعده وبتؤكد أو بيؤكد أن هذا هو المؤشر الحقيقي اللي من خلاله أي لاعب بيقدر يقيم أداءه ويعرف رد فعل لأداءه على أرض الملعب وعلى أرض الواقع من خلال ردود أفعال واستقبال الجماهير له والهتاف لأي لاعب من اللاعبين في إطار الاستعدادات للفترة المقبلة الأهلي بيستأنف الميران عصر غد الخميس نظرا لتتالي وتوالي الارتباطات والمباريات المحلية والأفريقية الكل كان بيجمع أن اللاعب الأهلي كانوا مجهدين جدا في الفترة اللي فاتت كثرة الارتباطات البطولة الأفريقية البطولة المحلية اللاعبين الدوليين اللي بيشاركوا في كل المباريات التجربية والرسمية مع منتخب مصر دائما أبدا بتضع أو بتحمل اللاعبين عبء كبير جدا نفسي وبدني وفني أيضا كثرة الضغوط ولعب الأهلي دائما مطلوب منهم المنافسة على أي لقب وأي بطولة بيشاركوا فيها والفوز في كل اللقاءات دائما أبدا ده هدف فرق النادي الأهلي مش بس كرة القدم ولكن في كل الرياضات عشان كده الكابتل حسام البدري كان حريص على أن يمنح اللاعبين والجهاز الفن يحصل أيضا على راحة سلبية على أن يعود الفريق لاستئناف التدريبات والعمل من خلال التدريب اللي هيبدأ عصر غد إن شاء الله بعد الفريق ما تفوق وأدى بهذا الشكل الرائع وفاز بربعية نظيفة في انطلاقته الأفريقية على مستوى فرق الدوري أيضا عدد من الأخبار الكابتن حلمي طولان بتاريخه الطويل في عالم التدريب وهو من الكوادر طبعا المنتمية لنادي الزمالك وصاحب الخبرات الطويلة لعبا ومدربا قدم استقالته من تدريب طلاع الجيش الكابتن حلمي طولان قال إنه حقق هدفه بقى الإبقاء على والحفاظ على مكان طلاع الجيش وفرصه في الاستمرار في الدوري الممتاز في الموسم المقبل إن شاء الله ولكن يبدو إنه على المستوى الفني أو الخاص بالنتائج ربما له تحفظات ولهذا السبب تقدم باستقالته بعد الفوز اللي حققه فريق النصر في المباراة اللي جامعت الفريقين فوز النصر على طلاع الجيش وطبعا لو قدرنا نتواصل في أي وقت منها خلال هذا اللقاء أو خلال هذه الحلقة هنتعرف أكتر على وجهة النظر الفنية وأسباب هذا القرار إلا أعلنه الكابتن حلمي طولان ومن أجله تقدم باستقالته إلى مجلس إدارة النادي الكابتن سيد معوض نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا والمدرب المساعد للفريق الأول للنادي الأهلي قال قطعنا نصف الطريق للصعود لدوري المجموعات الأفريقي الأراء طبعا بتقول أن الأهلي ماشي بشكل مستقر جدا وأن مؤشرات الأرقام والنتائج حسمت بنسبة كبيرة البطولة لصالحه وأن كان الأهلي بيشتغل بالحسابات وبشكل علمي وبيقول أن الدوري لن يحسم إلا بشكل رسمي مع الأرقام اللي بتقول أن فارق المباريات المتبقية لا يعود الفارق بينه بين أقرب المنافسين لكن طبعا هو متفوق بفارق كبير جدا أداء فني ونتائج وأرقام على أقرانه في مسابقة الدوري الممتاز والتركيز هيكون كمان في الفترة القادمة بنفس القوة ويمكن أكثر على المشوار الأفريقي والبطولة الأفريقية